موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد فيديو ديومي ان شاء الله يكون عبارة على وصفة غزالة شوصون او لاباناديجات بعجينة قطنية ساحرة جرتب بزف وبحشوة شمالية اسبانية المعتمدة عنها تحضير نحتاج 800 جرام دقيق 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 الزبدة 100 جرام معلقة كبيرة الخميرة الخبز حبيبات معلقة كبيرة من السكر حبيبات و معلقة صغيرة من الملح هذا اللي غنحتاجه في هاد العجينة هادي وطبعا باش كنجمع العجين هنحتاجه تقريبا واحد نصف لتر من الحليب هنعملوه يعني فوق البوطة يطفى ضروري يكون الحليب دافئ وطبعا كيبقى حسب نوعية الدقية تحتاجه اقل او اكتر فانا عمدت نصف لتر وصخنته كذلك كان عجين و لكن شاطلي شوية اول حاجة هنعملنا الخميرة باش نفعلوها شوية ونخلي الخميرة ستيتو تخمر زيتس معها السكر ونضيف عليها شوية الحليب دافئ كما كتلاحظو احنا دائما معروف لنا في هاد البرناديجات نعملوهم بالعجين مورق يعني مصا دي او خالدري لا هنا في اسبانيا ولا في المغرب و لكن بهاد العجينة هذي صراحة يجيو لدادين بزاف و يجيو ممتازين و رطبين فنين فنين ما غاتشبعوشي منه ان شاء الله صدقوني اذا جربتو هاد العجينة هذي غاتجيكم الرائعة و هتبقى عندكم المعتمدة وتقدروا متلا تعملو نصف الكمية لان تبارك الله هاد الكمية تخرج تقريبا 41 حبة تقدروا تعملو نصف الكمية مهم هنا عندي دقيق عندي فعله الملح نزيد ملحقة صغيرة من التحميره الفلفل غابرة اختيارية لتعطي اللون دهبي احمر من الشوصون من خمسة دقائق الحليب دافئ والسكر و نقوم بجمع العجين بشوية بشوية بهذه الطريقة و اللي كي شاهدني من اول مرة كنتمنى ان شاء الله يشارك في القناة و يضغط على الجرس الاحمر سويتسكرب او ابوني كنتمنى ان شاء الله يفعل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد لانا كنقرر بعض التعليقات يعني كأنه ما كيوصلكم شي جديد الفيديوهاتي شحمل واحدة شحمل اخت كتقول اكرم الاسلامة ديالك ولكن يمكن السبب هو هذا ما كيوصلكم شي الجديد لانا قلة المشاهدة صراحة فيديوهات فيه مشاهدة قليلة ضعيفة جدا ولكن ماشي مشكل كنقدم العليا و كنعطي نصائح في الطبخ و في الوصفات و كنتمنى هاتشي كل شي اللي كنقدم منكم اول حاجة يصنو بيوتكم و مقلبكم و يكون دائما في ميزة الحسنات و في نفس الوقت ان شاء الله نستمر بشوية شوية خطوة و خطوة نحصل على مشاهدة عالية باذن الله و شكرا على الدعوات ديالكم مهم كم قا نجمع بشوية شوية بها الطريقة كما كتلاحظوا ما بغيت نجريه الفيديو باش تشوفوا القاوم للعاجين يعني كنضيف الحليب شيئا فشيئا و انا كنجمع خصني نحصل لوح العجينة تكون متعمة سيكا نوعا ما ما تكونش يعني قصحة بزف و ما تكونش يخفيفة شحاش كل الخبز علش طرقت لهذا الموضوع لان الفيديو اللي عمتوا قبل من هذا الدكت تحليات الأورس تحليات تركيا اجبرت بزاة الأخوات قالوا للصراحة السهل درع الدهبي والألماسي و عندك حاجات يعني كنستفدوا منك بزاف و كل شيء ما شاء الله كينجح معاهم اخسار المشاهدة قلالين ولكن على هذا الرد على هذا الكومنتاريوس كان قلكم انا معاكم ان شاء الله بالمرساد و ما غنرجعش الوراء ف بإذن الله خليك قليل و مداومة لكتير موقت احنا ماشيين بشتيتوا بشتيتوا مرة يكونوا مشاهدة قلالين مرة يكونوا طالعين حتى نوصلون شي حاجة كبيرة بإذن الله اموان بعد ما كن جمع العجين كنضيف دك الزبدة في وسط العجينة هيدا و كنقندلك مزيان بهالطريقة هاتي ف الزبدة كنصحكم تكون بدرجة حرارة الغرفة انا كنت نسيت ما خرجتها من تلاجة بقيت شوية يعني قصحة بردة ولكنتو ما خرجوا عقبل باش تكتقلكم لشكل بومات وهذا هو طريقة هاد العجينة هادي ده با غم قندلك شي خمسة طقايق مزيان حتى ندخل دك الزبدة في الدقيق يعني هاد الفيديو هادا اهم حاجة فيه هي العجين لهذا تطرقت نطول شوية في العجينة ونشرح مزيان باش تنجح معاكم بزاق الناس ما كيبغوش يستعملوا دك العجين مورق إذا استعملتوه منزلي كيكون فيه تعب وإذا شريتوه كيكون فيه شوية فيه كوحول فيه ما عشان اللهم إنسان يعملوا تطرق يالو هنتو ما كتشوفوا القاومة للعجين بعد ما دلكتم زيان بقات خفيفة ما كتبقاش يعني قاسحة نخليها تخمر واحد خمستاش دقايق ونرلكم الحشوة لأن الحشوة ديجا عدلتها لأن الحشوة دائما كتبقى اختيارية بزاق الاخوات كيعملوا بزاق الحشوات مختلفة فبالنسبة لي الحشوة هي هادي استعملت هنا الزيتون أخضر بلعطة مقطع طريفات صغر الفلفل أحمر مشوي قطعته طريفات صغر البيضات مسلوقين يعني البيض مسلوق قطعته طريفات صغر وعملت ثلاثة العلاب من التون هادي هي الحشوة ديجانا اللي كان عملوها دائما احنا هي الشماليين وطلبتوها مني بناديجة ديجانا اللي كان عملوها في المناسبات والعراسات والأفرح وكيتبعو حتى في المخابيز الكبرى الزيتون أخضر البيض مسلوق الزيتون الفلفل حمراء مشوية وكان عمل طماطي سلصة طماطيس سيلوس يعني اربعات الحاجات انا كان شرح لكم الزيتون والثون والفلفل الخضر ببيطات مسلوقين وكان زيد نعمل هاد النوع عند طماطيس صوليس او لهاد طماطيس او لهاد طماطيس هادي هادي فالكيمية احنا غير محدودة يعني معروفة نوعية طماطيس هنا هي الساد البيطات ثلاثة العلاب من التون عملت هنا تقريبا واحد الزيتون بالأعطام وتقريبا واحد العلاب فقط هذه هي الحشوة سلصة طماطيس وذلك المكونات اللي قلتكم مقبل بعد مجازتنا تقريبا 15 دقائق انتم تلاحظوا العجينة ما شاء الله خمرات على الخطر دياله نقرص بها الطريقة باش نزول ذاك الهواء دا الخميرة وغنشبر واحد المدليك وغنقى بها الطريقة بغيتو تقسموها على جوجو عملوها الطريقة يبقى الاختيار للكم فانا هنا يا عندي هاد الوحة كبيرة شوية عليها خليتها بنفس الطريقة وانا كمتلاق بها الشكل هادا نحاول رقوها شوية باش مكتجين ناشي ذاك الانباناديجا ديالنا عفوا غليطة بزاو فيكم فيها البطعة وبالنسبة التشكيل دياله يبقى الاختيار للكم عمتكم هنا جميع الحول اللي عندكم هادا خاصة بالشوصة او هادا متلتين كيتبعوا جائزين دابا موجودين في اي موطح ولا تقطعوا دوائر بها الطريقة هادي هادي الطريقة التقليدية السهلة والبسيطة بهذا الشكل هادا كنقطع دوائر وغنزود للك العجينة اللي شاطت طبعا ما غنسيبوا هاشي غنجمعوها شوية بلما ندلكوها غنجمعوها هكذا شوية ونخليوها ترتاح باش نعودو نخدموها المرة الثانية فبالنسبة للعجينة هنتو ما تلاحظو خفيف وغزال غنشبار وغنعمل واحد معلقة الحشوبات طريقة هادي وغنقنشد من الاطراف فهدي اللولية عمرتها بزاف غنرجع نعمل معكم واحدة اخرى هادي عمت معلقة كبيرة عمرت انا دايما عيني كبيرة ما بغيتش نمسح الفيديو قد خلي لانه طبعا كي حصلوا كواليس ما خلفه للشاشة كي ما كان قولوا دائما فحاولوا متعمروهم شي بزاف باش يتشدوا يعني تشدوا لكم بغيتوا دعموها الطريقة هكذا تكون عندكم العجينة في يدكم وتشدوا مزيان بغيتوا دعموها هاي يعني في طاولة العمل ضغطوا مزيان من الحواشي ديالا بهذا الشكل هادا وغمشي كده بان مجر نجبد واحد ثاني دور او للشوكة وغن بقى نعملها الطريقة هادي باقي نعود معاكم واحدة اخرى تسالتة باش تشوفوا الطريقة واضحة جدا وطبعا كز كون عندي وحسينية مغلفة بورق الزبدة بها الطريقة هادي فهادي غن تغطي عليها شوية غن ملحو شوها هكذا في الواسط وغن تسكي مزيان في حشكل كعب الغزل وغن شبر واحد الثاني دور او للشوكة ونعمل بهات الشكل هادا نخرجو لقدك الحشية ديالا يعني معروفة الطريقة نعدله او للشوصو نعمل معاكم واحدة اخرى كنضغط شوية على العجينة باش ما تجين اشي غليطة سرح انا قدكم هادا العجينة كتجي فنة فنة رطبة زع ما مليعي قيسة عجبتني بزاف كنصحكم بيعتنسوما غن شكل بهات طريقة هادي غن نعمل الحشوة وغن نزلهم انا عملتهم كبارين للاشارة فاللي بغى مثلا يكون عنده شي مناسبة للعرس او لشي حاجة كنصحكم تعملهم شوية صغارين انا عملتهم كبارين لان اعملتهم وحتفظت بهم في المجمد البنت ديالي مثلا بغى دي هيدا سندويتش او لابوكا ديجو المدرسة ضديهم لان العيال كنعرفو كيطلع لهم فراسهم ديكة 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 او لابوكا ديكة او لابوكا ديكة ديكة لاحظة نقطة انا هذا ما اعملتهم شي مناسبة لان نفتقل ممكن عملتهم كبارين جدا ونشبروا واحد تقريبا في حل العود الاسنان او لليكيغضوا ونشكوا هيدا باش ذاك الهواء يخرج منهم اثناء الطهي واباش ما يتطردقوا شي عند دخلهم الفراس درد حرارة 180 من تحتهم الفرق حتى يطيبوا الناو يتحمروا هو الشكل ديالهم هاتو ما كتلاحظو شكل ديالو منيها ايه كيجو فنين رائعين جدا كيجو خفافين هاتو ما كتشوفونا عن قطة معكم واحدة بقى سخونة سخونة بقربوا خارج منا من داخل كيجو خوين هاتو ما كتشوفو كتجي فيهم الحشوة والدادين والعجينة قطنية سحرية ولا اروع بدول مجاملة كنصحكم تجروهون سهلين مهلين حسن ما تخوجو تشريهم الزنقة ما تعرفوشي شنو فيهم فكنت مننا ان شاء الله اذا اجبكم الفيديو ديالي اليوم كما العادة دعمونا بسويسكرايب وبابوني وبالاشتراك وبالضغط على الجرس الاحمر واللايكات والتعليقات الجميلة في حالكم كما كنقولكم دائما احبكم في الله جميعا مع السلامة نلقاكم ان شاء الله فيديو قادم ووصفة اخرى ان شاء الله باذن الله